معي مباشرة من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعب العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري دكتور عبد الحفيظ أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث بين نفي لكل هذه المحادثات المباشرة أو غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني وبين أن تكون بالفعل نسخة جديدة من تلك النسخة التي انعقدت بين واشنطن وتهران في العاصمة العمانية كيف تعلق على هذه التصريحات خاصة أنه في ملفان رئيسيا برنامج النووي ملف القديم الجديد وما يجري اليوم في البحر الأحمر واضح من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين ورمضان كريم من الواضح أن إيران تتحدث من خلال نفيها عما ترغب فيه وتنفي ما لا ترغب فيه بمعنى أنها نفت أن تكون هناك أن تكون قد تمت محادثات حول الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ومحاولة الضغط على إيران أو التفاهم مع إيران للضغط على الحوثيين لوقف هذه الهجمات بينما أكدت أو ركزت على مسألة رفع العقوبات عن إيران وعلى الملف النووي وأصرت عليها وهذا إيحاء لأن إيران تريد أن تبدي ما ترغب فيه فقط ولا تريد أن تبدي ما لا ترغب فيه بمعنى أن إيران قد استمرأت ما يحدث في البحر الأحمر ولا تريد لهذه الجبهة التي أثبتت قدرتها على إيرباك التجارة الدولية وإيرباك الولايات المتحدة وبريطانيا وتحالفهما تريد لهذه الجبهة أن تستمر ولا تريد أن تضعفها سواء من خلال قولها بأنها لا تستطيع أن تفرض رأيها أو قرارها على الحوثيين أو من خلال إنكار المحادثات حول هذا الموضوع دكتور عبد الحفيظ حقيقة من التصريحات التي تبدو لافتة جدا عندما تأتي اليوم واشنطن وتقول إنها ليست في حرب مع الحوثيين الحكومة الشرعية في حرب وفي صراع مع الحوثي منذ عشر سنوات وكان الحديث على أساس أن الولايات المتحدة تتفهم موقف الحكومة الشرعية في اليمن عندما تقول إنها ليست في حرب مع الحوثيين لا أعلم إن كان ذلك يظهر شيئا من التخلي عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحكومة الشرعية طبعا هو أولا تخلي عن القرارات الدولية التي تلزم الولايات المتحدة باعتبارها عضو في مجلس الأمن تلزمها بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية سواء القرار 22-16 أو كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بالمشكلة اليمنية هذه القرارات الدولية تحدد أن المليشيا الحوثية انقلابية وقد سيطرت على السلطة بالقوة وتعترف بالحكومة الشرعية وتعترف بالحرب من أجل استعادة الشرعية بل أن الأمم المتحدة شكلت غطاء قانونيا لهذه الحرب من أجل استعادة الشرعية وبما أن الولايات المتحدة العضو الأبرز في مجلس الأمن والأكثر تأثيرا فهي تتخلى عن التزامها بقرارات مجلس الأمن وبالمواقف الدولية من ناحية ومن ناحية أخرى تهرب من التورط في أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين في اليمن ثم أنها تتحاشى من توسع الصراع كما تصرح دائما من أجل أن تحافظ على سيطرة العدوان الإسرائيلي على تحجيم الصراع حول إسرائيل والسماح لإسرائيل بأن تستكمل برنامجها في العدوان على غزة ومحاولة فصل أو عزل الساحات الإقليمية من التأثير سواء على إسرائيل أو التأثير على إشعال المنطقة بشكل عام هذه كلها محاذير واضحة والأوضح منها أن الموقف الأمريكي يردد دائما أنه في حال الدفاع في البحر الأحمر فقط وأنه ليس في حرب مع الحوثيين وهم لا يدعمون حتى الآن الحكومة الشرعية بصورة ملموسة سوف تجد دكتور عبد الحفيظ أنه لربما هناك سهولة وتراجع لربما في الموقف الأمريكي حتى في الخطاب الأمريكي الموجه للحكومة الشرعية كيف يمكن أن تقرأ اليوم الحكومة الشرعية تصريحات السفير الأمريكي عندما يقول أنه نحوا خلافاتكم وجها حديثة للحكومة الشرعية نحوا خلافاتكم جانبا وحدوا كل قواتكم العسكرية كيف تنظر اليوم الحكومة الشرعية لتصريحات السفير الأمريكي هذه طبعا بنظرة التخلي وبنظرة عدم الاعتبار لرسالة هذه الحكومة الشرعية من أجل استعادة السلطة وضعها القانوني ووضعها الدستوري الذي تراضل من أجله منذ عشر سنوات من أجل استعادة الشرعية الدستورية في اليمن وإذن في الولايات المتحدة تتخلى لا تتخلى عن الحكومة فقط هي تتخلى عن الحكومة وتتخلى عن القضية وتتخلى عن التزاماتها بقرارات مجلس الأمن ويبدو أن التصعيد في البحر الأحمر والتهديدات في البحر الأحمر قد جعلت أمريكا تراهن على الهروب من التزاماتها وتتحدث في تناقض واضح وصارخ عن حيث السلام هل باعتقادك دكتور عبد الحفيظ اليوم واشنطن يمكن أن تتعامل مع ما يجري بلسان الحال الواقع يعني خلص الحوثي أثبت وجوده في اليمن أثبت مجموعة رسائله في البحر الأحمر إيران استطاعت أن تتواصل مع أذرعها بشكل منظم وبشكل متسق سنعود لموضوع المحادثات حتى لو كانت مباشرة مع الإيرانيين في النهاية الملف النووي مازال ملفا يعني صعبا ويمثل تحديا للأمريكان نعم في الواقع أن التماهي الأمريكي مع الحوثيين ومع الأهداف الإيرانية في المنطقة أصبح واضحا أو تحاشي حتى ضعف الموقف الأمريكي في مواجهة الحوثيين أو في وطيرة الدفاع المتناسب من أجل وقف هجماتها في البحر الأحمر لا يبدو عاليا وهو يميل أكثر إلى مسألة التخادم ربما التخادم الإيراني في البحر الأحمر من أجل عسكرة البحر الأحمر أو الخضوع للأمر الواقع بالنظر إلى ضعف الرد الأمريكي كلها في المحصلة تصب في خانة إيران وأذرعها في المنطقة أي أنها تجعل إيران أكثر قوة في وضعها التفاوضي مع أمريكا عندما تريد أن تفرد عضلاتها وتؤكد للجميع بأنها موجودة في البحر الأحمر وأذرعها في كل مكان في الشرق الأوسط إذن المعادلة مختلة والولايات المتحدة تنساق وراء تحقيق الأهداف الإيرانية والحوثية معا مشكور إذن من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعب العام اليمني دكتور عبد الحفيظ النهاري شكرا لك دكتور ويعطيك العافية